أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم القضايا العربية والإسلامية ونصرة الحق والعدل شكلت أساسا متينا أسهم في حفظ أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة مختلف التحديات وقال سموه إن قمة دول مجلس التعاون التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة غدا الأربعاء ننظر إليها بالأمل والتفاعل في غد أكثر إشراقا لأوطاننا وشعوبنا الخليجية وأن هذه القمة سوف تعمل على توطيد كيان مجلس التعاون وتوسيع أفاق عمله المشترك في ظل ما يدور حولنا من صراعات وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في لقاء صحفي مع صحيفة الرياض السعودية تنشره غدا الأربعاء بمناسبة انعقاد القمة السادسة وثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة أن الظروف الراهنة التي تنعقد فيها قمة الرياضة تكسبها أهمية خاصة نظرا لجدول عملها الزاخر بالموضوعات التي تهدف إلى النهوض بالعمل الخليجي المشركة وتطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة وما لها من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية على المنطقة وأكد سموه أن مملكة البحرين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة جعلت من تعزيز العمل الخليجي المشرك في صدارة سياساتها والسراتيجياتها إيمانا منها بوحدة الهدف والمصير التي تجمعها بأشقائها في مجلس التعاون وضف سموه أن شعوب دول مجلس التعاون تنتظر نتائج القمة ويحدوها آمال عريضة وتفاعل كبير في أن يخرج القادة بقرارات تعزز من الأمن الخليجي وتصون مكتسبات ومنجزات دول المجلس السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشدد سموه على أن الأمن يجب أن يكون له الأولوية على ما عداه من أهداف فالأمن والاستقرار يشكلان محوران أساسيان لمواصلة مسيرة التنمية وعلى دول المجلس أن تزيد من أطر التنسيق والتعاون الثنائي بالشكل الذي يعزز من قدراتها لتكون أكثر منعا وقدرة على التصدي لكل محاولات الفوضى والتقسيم التي يراد لها أن تدخل فيها وأكد سموه أن بالإرادة والعمل نستطيع أن نقدم الكثير لشعوبنا خاصة بظل ما يمر به الوضع الاقتصادي من ضغوط بسبب تقلبات الأسواق الدولية خاصة أسعار النفط وأن يعمل الجميع بروح إيجابية حتى نتجاوز هذه الأزمة والتصدي لها بنجاح وقال سموه إن علينا أن نعقد العزم على تعاون غير محدود وبدون حواجز شأننا في ذلك شأن الكيانات الاقتصادية والسياسية الكبيرة وأن يكون هذا الهدف هو موضع الاهتمام فالمصير والأمل والمستقبل واحد وأضف سموه أن ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات متسارعة وغير مسبوقة يحتم على دول مجلس التعاون أن تتعامل مع هذا الواقع بطرق غير تقليدية من شأنها الحفاظ على استقرارها وأمن شعوبها وهو ما يتطلب أن تعقد القمة الخليجية وفقا للظروف أكثر من مرة من أجل مزيد من التنسيق المشترك وجدد سموه تكيد على أن الاتحاد الخليجي خيار استراتيجي في عالم أصبح لا يعترف إلا بالتكتلات فالاتحاد بالإضافة إلى أنه يوفر مضلة قوية ومتماسكة تعزز الأمن الجماعي فأنه أيضا يوجد كيان اقتصادي عملاق يوفر المتطلبات اللازمة لتحقيق آمال الشعوب لدول المجلس في الرخاء والرفاهية وأشاد سموه بالعلاقات الأخوية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تتمتع به من خصوصية ترتكز على تاريخ ومصير مشترك منوه أن سموه بالدور الهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في النهوض بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على كافة المستويات